كل جيل بيحن للأغاني والمزيكة اللي بتعبر عنه ونفتكر كلنا وإحنا بنسمع مع أهلينا ستة أم كلسوم وأغاني عبد الحليم ويمكن كنا بنستغرب هم بيسمعوا المزيكة دي إزاي مندمجين معها قوي كده وإزاي الأغاني القديمة دي كانت بالنسبة لنا إزاي عجباهم قوي كده وإيه ترابل كبير ده لكن الحقيقة من كل جيل وليه زوق وإنت لما بتتربى على الزوق الفني الرفيع ده وعلى المزيكة دي بعد كده لما بتتبر بتبقى جزء لا يتجزأ من حياتك لأنها أصلا جزء كبير من التاريخ ومن التراث اللي إحنا لازم نتشبع به من وإحنا صغيرين لما يجي مناسبة ونلاقي مثلا دار الأوبرا المصرية بيحيو ذكر سيد درويش أو عبد الوهاب مع حفظ الألقاب طبعا بنبقى مسانين نشوف الحفلات ومتشوقين نسمع الأغاني دي وكتير بتبقى الحفلات مليانة شباب جيل كبير من الشباب بيروح ويحضروا الحقيقة أنه إحنا بنلاقي أصحاب مواهب وأصوات كبيرة موجودين على خشب ترمصرح بيحافظوا على هذا التراث ويمكن من الأسامي دي الفنان محمود درويش النهاردة بينوارنا في استوديو التاسعة وهو من أحد نجوم دار الأوبرا المصرية ومؤسس فرقة كنوز للموسيقى العربية من 2004 أهلا بحضرتك منوارنا النهاردة أهلا أستاذ هدير وبكل جمهور التاسعة وبكل الشعب المصري بل الوطن العربي كله كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب عام سعيد جديد بإذن الله وبخير يا رب علينا جميعاً يا رب اللهم يا رب الغنى للأساطير الكبيرة دي دي مش حاجة سهل أبداً وأنا مش عارفة هو لازم يكون المطرب عنده خامة معينة في صوته علشان يقدر يوصل لل لأنه هو يقدر أصلاً يغني للعظام دول والكبار دول ولا الموضوع بيجي بالتدريب ومن وينت صغير لو ضربت وخامة صوتك طبعاً كانت تسمح بدا لا أهلا حضرتك يعني هما الأساز الكبار دولات ربنا حباهم بمواهب يعني فيها عبقرية وعشان كده هم عايشين لحد النهاردة لما احنا نيجي نغني ليهم لازم يبقى فيه عندنا الموهبة أيضاً لأن ما ينفعش فنان الفن لا يكتسب لازم الإنسان يتولد عنده الموهبة الصوت الحلو عنده جواه فنان جواه مطرب إذا كان مطرب جواه مؤدي إذا كان مؤدي فقط فإحنا بنلاقي فعلاً الموضوع بالنسبة للي عنده موهبة يعني ما بيبقاش صعب أوي لكن الصعب الألحان بتاعت الفنانين الكبار دولات مش كل ألحانهم سهلة وبالتالي بتحتاج من الفنان اللي هو الموهوب تركيز وحفظ التفاصيل الصغيرة في العمل الفني فنان خوفك وإنت جاي هتجرب تدندل وتغني يعني سيد درويش عبدالوهاب حقيقة هم أتنين عبدالوهاب وفريد الأطرش عبدالوهاب يعني محمد عبدالوهاب الله يرحمه ده حكيم الغناء في الوطن العربي اللي هو مدرسة اتعلم فيها كل الفنانين اللي جم بعدية فريد الأطرش برضو احنا بنعتبره إنه هو فريد الأطرش كان فريد في ألحانه إنه كان بيفصل اللحن لصوته هو كان عنده مساحات صوتية مش موجودة في فنانين كتير فدول كانوا أصعب اتنين عبدالوهاب بالتفاصيل البسيطة المركزة جدا في ألحانه وفريد الأطرش في المساحات الصوتية اللي كانت في ألحانه